قال وسيط الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إنه يصعب التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق سلام بين الأطراف التي تتنافس للسيطرة على البلاد لكن الهدف الذي يسعى إليه هو محاولة التوسط في اتفاق بشأن حكومة وحدة قبل بدء شهر رمضان في منتصف يونيو وأطلع ليون الأربعاء مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع في ليبيا حيث تتنافس حكومتان وبرلمانان للسيطرة على الحكم بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي وقال ليون إنه سلم الأطراف هذا الأسبوع مسودة ثالثة لاتفاق محتمل ومن المقرر أن ترد الأطراف الليبية بحلول يوم الأحد وقال ليون للصحفيين إن المجتمع الدولي يود أن يرى اتفاقا في ليبيا قبل رمضان ولكنه يفضل التعامل بحظر شديد إذا احتمالات التوصل لاتفاق وأضاف أنه يأمل أن يمكنه بمجرد تسلمه رد الأطراف على أحدث مسودة اتفاق في تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات خلال الإسبوعين القادمين ويمارس رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبدالله الثاني وحكومته ومجلس النواب المنتخب مهامهم من شرق البلاد منذ استولت جماعة تسمى فجر ليبيا على طرابلس في أغسطس الناضي وشكلت إدارة خاصة بها وأعدت تنصيب برلمان انتهت ولايته ويقول الزعماء الغربيون إن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى في ليبيا حيث يكسب متشددون مؤيدون لتنظيم الدولة الإسلامية أرضا ويستغلون الفرغ الأمني في البلاد مثل ما فعلوا في سوريا والعراق محمد مجدي رايترز ترجمة نانسي قنقر